المباراة مبارح بصراحة كانت مباراة مملة جدا من أوحش المباراة اللي واحد شافها في حياته ماتش صعب قوي أداء سيء جدا بصراحة بصراحة يعني مش بعرف أتكلم غير بمنتهى صراحة حاسيتني في ناس ما استغلتش فرصة من وجهة نظري قولوا إيه لين قوي اللي استغلوا فرصة بالتحديد هنا بتكلم عن نادي الأهل فرصة مهمة جدا بالنسبة لهم كانوا لازم يستغلوها لكن في كل الأحوال لسه ناقص ثلاث ماتشاط في التويت الدوري يقدروا أنهم يثبتوا نفسهم يقدروا أنهم يقنعوا المسؤولين في نادي الأهل أو بتحديد الجهاز الفني سوارش بإمكانياتهم عشان يكونوا في حسابات الفرق خلال الموسم الجديد ومن المؤكد من المؤكد تاني إن الموسم الجديد الشكل حيبقى مغير تماما تماما لو الشكل مش مغير لا يبقى فيه حاجة غلط لكن الطبيعي إن الشكل يبقى عكس اللي نشوفه دلوقتي أو نادي الأهلي عليه سواء في المجموعة الموجودة دي أو مع المجموعة الموجودة دي من الشباب اللي لهم كل العذر والله يكون فعنهم في الحقيقة أو من خلال المجموعة اللي هي بتريح دلوقتي بالتحديد اللي هي أخذت راحة يعني من خلال قرار مجلس الإدارة فالمؤكد إن الناس اللي ريحت مع العناصر الشابة الموجودة أبرزهم أبرزهم مع التدعمات الجديدة المؤكدة خلي بالك التدعمات الجديدة المؤكدة والمميزة أنت ممكن تدعم بس تدعمات مش مميزة لكن أبقى أكد أحراتكم أنه سيكون هناك تدعمات مميزة بإذن الله تعالى فدي كلها ستبقى توليفة منتظرة جدا جدا للنادي الأهلي في الموسم الجديد ودايما الأهلي لما بيمر مراحل زي دي يعني بيبقى فيه انتفاضة قوية جدا جدا يعني بيشوف اللي قدامه ما بيرحمش وبإذن الله ده اللي حيحصل في الموسم الجديد إحنا في فترة طبعا صعبة علينا كلنا كجماهير صعبة جدا مش متعودين على المشهد ده حاسين أن فيه يعني حاجة غريبة في حياتنا بصراحة بصراحة يعني متعودين دايما بنكسب متعودين دايما بناخد بطولات متعودين دايما الأمور كويسة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت الوضع بالنسبة لنا صعب شوي لكن دوارد جدا حدوثه في الكرة ولما بتخسر دايما بتحاول أن انت تصحح وبتحاول أن انت تبقى أفضل بعدك فدي حاجات كلها طبعية في كرة القدم وخصوصا لما يكون نادي كبير زي نادي الأهلي يعني أغلب أوقاته دايما فرحة جمهوره أغلب الأوقات بيفرح أغلب الأوقات بيبقى يعني والله كل الأوقات حتى في عز الانكسار دايما جمهور الأهلي بيبقى مبسوط جدا بناديه وبيفتخر جدا بالانتماء للنادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله المؤكد أن اللي جاية حيكون أفضل بكتير خلينا متفقلين خلينا دعمين خلينا وصقين لأن السقة دي مهمة أوي لأن زي ما قلت لحراركم قبل كده في ناس بتحاول إن هي تخلق حالة من حالات إنعدام السقة ما بين جمهور الأهلي والنادي أو إدارة النادي وتخلق حالة من حالات الإحباط إحنا دلوقتي أه ممكن محبطين بسبب شكل الفريق بصراحة لكن مش عايزين نوصل لدرجة إن إحنا يعني عندنا حالة من حالات اليأس مش هيحصل مع الأهلي الكلام ده من فيش آه الدايق إزعل كل ده بس لازم يكون عندك قناعة تمة إن أنت في مرحلة معينة بأهداف محددة الأهداف إيه إن أنت بتشوف هتعمل الموسم الجديد والمؤكد إن كل السلبيات معروفة وكل الأخطاء معروفة والحلول كمان معروفة جدا ومش بتتاخد من دلوقتي لا من بعد أول خسارة للأهلي أو من بعد المباراة اللي إحنا يعني ممكن يكون اتضمنا فيها قوي قوي هي مباراة Pyramids وقلنا الكلام ده من خلال نفس البرنامج التريند قلنا إن أكيد فيه أخطاء والمؤكد إنه حيتم العمل على تصحيح هذه الأخطاء من دلوقتي وفعلا من ساعتها الشغل ماشي بشكل كويس الحلول بتتنفذ كل الأمور اللي حتكون في صالح الفرق أو صالح الجمهور إنه دي الأهلي قبل أي شيء